تأسست في الأردن فرقة ناية الموسيقية في عام 2011 وهي فرقة موسيقية نسائية بالكامل تهدف إلى تمكين المرأة من خلال الموسيقى وتقديم التراث الموسيقي الأردني لجمهور تمكين المرأة من خلال الموسيقى وإبراز مواهبها مبادرة أطلقت في الأردن لإظهار المواهب الموسيقية من النساء رولا جرادت الفنانة ومعلمة الموسيقى قالت إن فرقتها الموسيقية النسائية والتي أسستها قبل 12 عاماً نجحت في دورها لتمكين النساء بالموسيقى الفرقة والتي أطلق عليها اسميناية تضم 12 امرأة من بين الموسيقيات ومغنيات حققت نجاحاً كبيراً في النطاق المحلي والدولي واكتسبت شهرة كبيرة في إظهار المواهب العربية من النساء الهدف من هذه الفرقة تمكين المرأة الأردنية موسيقياً وإنها توصل لمحافل كبرى وأفق بعيدة ونوصل لأوسع من الطاق المحلي لأنه أصلاً فرقة نايا تقريباً عزفنا بمعظم أقطار الوطن العربي وأوروبا ورح نوصل إن شاء الله أمريكا فيعني هي تمثل المرأة الأردنية العازفة بكافة أطيافها تمكنت فرقة نايا من كسر هيمنة الرجال على المجال الموسيقي في الأردن وأصبحت بمثابة نقطة تحول في دخول النساء لمجال الموسيقى وهو الأمر الذي ظهر في الآونات الأخيرة من زيادة عدد النساء واللاء يدرسنا الموسيقى في الجامعات الأردنية نايا والتي تقدم بالأساس الأغاني والموسيقى التراثية قدمت عروضاً بكافة أرجاء الأردن وفي دول عربية وأوروبية كما تعتزم الفرقة عقد دورات لتعليم النساء الموسيقى وتأسيس كورال تابع للفرقة في المستقبل